اشتركوا في القناة ستين في المية من الشعب المصري تحت تلاتين سنة يبقى لازم يكون فيه اتجاه للشباب سواء على مستوى السياسي او الرياضي او 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 ستة وستين في المية من الشعب المصري تحت تلاتين سنة طيب نروح ليه النادي الاهلي عندنا عبدالله السعيد وإحمد فتحي وحسام عشور هيجدده ولا مش هيجدده كلام يطلع عبدالله السعيد عيزة ربعة مليون اه معرفش مين عايز خمسة مليون النادي الاهلي عارض السقف بتاعه اتنين مليون ونص للفئة الاولى زي احمد فتحي وزي عبدالله السعيد هو جدد مع احمد عبدالله المنعم يمكن هو الحارس التالت او ما بيلعبش قاله فترة كبيرة جدا بمليون ومتين الف جنيه اه اه هنا السؤال اه اه عبدالله السعيد قال لك انا مش عايز اجدد ان انا مااخد فلوسي القديم مش كلام مقنع يعني اه يعني انا ازاي هجدد وانا لسه مخدش فلوسي اه فبالتالي هو عايز ياخد فلوسه الاول وبعد كده يجد الكلام قيل ان هو عايز اربع مليون كلام قيل ايضا انا احمد فتحي حقاقها لحق احمد فتحي يستهل اي مبلغ يعني احمد فتحي يستهل اي مبلغ لانه راجل في الملعب قوي مفيد اه اه تالت احسن لعب في القرى الافريقية اه اه يعني لا غنى عنه لكن هل عبدالله السعيد اه اه يستحق مبلغ اربع مليون اه اه بعد المستوى اللي قدام الاسماعيلي كان افضل في الاسماعيلي عن وجوده في الاهل لا يلعب اساسيا في منتخب مصر فبالتالي ما ينفعش قارن عبدالله السعيد باحمد فتحي يعني ما ينفعش اتنين جديد اخده زي بعض لازم احفتح ياخد احسن من عبدالله السعيد احقاقا للحق هنا السؤال اللي بنطرحه لو هو مثلا الله اعلم مش رادي باثنين مليون ونص عبدالله السعيد هو شايف ان هو يستحق اكتر من كده هل ممكن في مصر لعب لو عبدالله السعيد ساب الاهلي مثلا هو راجل فري من نهاية الموسم هل في نادي في مصر ممكن يدي عبدالله السعيد اتنين مليون ونص اللي هو يدهاله الاهلي يديده ثلاثة مليون مثلا مفيش نادي في مصر يديده ثلاثة مليون فبالتالي هو هيبص البر هيبص البر نادي برا هيدفعه خمسمائة الف دولار في السنة ممكن في الخليج في اوروبا لا ما اعتقدش برده فبالتالي عبدالله السعيد هنشوف هيكمل ولا مش هيكمل انا من وجهة ناظري افضل له احسن له انه يبقى في النادي الاهلي احمد فتحي بيفكر هو عنده 30 سنة بيفكر خلاص عايز تقامل مستقبله جاي له عروض احتراف ممكن يجيله مبالغ جامدة الله اعلم حسام عشور مصمم ايضا على عدم التجديد الا بنهاية عقده هو برضو مش صغير حسام عشور بيفكر يفضل ولا ما يفضلش ولكن حسام عشور بقاقه في النادي الاهلي هو مكسب ليه لانه هيعمل تاريخ لنفسه هيبقى طول مدى الحياة في النادي الاهلي احمد فتحي كده كان جامل النادي الاسماعيلي وساب الاهلي شوية ورجع شيفلد ورجع تاني او رحل اسماعيلي شيفلد ورجع تاني وساب الاهلي رحل سيتي شوية ورجع فهنشوف الفترة الجاية ده ملف مهم جدا بالنسبة النادي الاهلي